أما الآن عزائي المشاهدين معنا ضيفنا الكريم والإعلامي والباحث في التاريخ محمد العرادة حياك الله اليوم معنا في السيديو في برنامج نهار العربي تشرف و الله يحييك أخوي سلطان و كذلك نسعد باللقاء معاك و كذلك أخوي فهد في هذا البرنامج الذي نتمنى للتوفيق و النجاح الدائم شكرا حياك الله سعى المباركة أستاذ محمد أنا ودي أتعرف على يعني شنو سبب هذا الشغف يعني في التاريخ في القبائل في الشعر يعني ما شاء الله هي ممكن تنتمي إلى حق الواحد لكن فيها الكثير من المعلومات الكثير من المعارف يمكن حتى تنقسم في علومها شنو سبب هذا الشغف الذي دفعك لدراسة و الاهتمام بهذه الحقول المعرفية هذا الله يسلمك أنا تخصصي علوم سياسية و تخصص مساند إعلام و كما تعلم بأن العلوم السياسية لا بد أن تكون مطلع على التاريخ لأن التاريخ جزء لا يتجزأ من السياسة فمن يقرأ التاريخ سيعرف التاريخ السياسي أو سيعرف السياسة بشكل عام لأن التاريخ يختصر عليك العديد من المراحل اليوم الشخص الذي يطلع على التاريخ سيعرف ركم من أركان السياسة الرئيسية وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني للبحث في التاريخ والاطلاع على التاريخ كونها جزء لا يتجزأ من علم السياسة جميل محمد نباك تكلمنا عن ما أكثر الحقب تاريخيا التي أنت مثلا شدتك و ما الأسباب طبعا كل مثلا باحث أو كل قارئ كلها حقب مميزة أو يميل لها فريدنا نعرف عن محمد ما هي الحقب التي زادت اهتمامها و قرأ عنها أكثر و بحث عنها أكثر أرى كل حقبة تاريخية لها مجالها و لها طعمها الخاص العهد الجاهلي كان عهد الفصاحة و عهد الشعر و عهد الموروث الذي توارثناه عبر الأجيال من قرابة أكثر من 1500 سنة تقريبا ففي هذا العهد كانت هناك المعلقات و كانت هناك الأشعار و كانت هناك العديد من الأمور التي يتعلق فيها الإنسان العربي و يحفظ تاريخ العربي حتى قبل انتشار الدعوة و قبل الإسلام كانت هذه العهود أساسية في التاريخ العربي منها نهلنا فصاحة و منها تعلمنا الشعر و منها تعلمنا التاريخ كان هناك سوق عكاظه كان هناك العديد من الأمور التي يتنافس فيها الشعراء العرب لإظهار مواهبهم العرب يعني اللغة العربية فيها ملايين الكلمات و هي أغنى لغة في العالم و من خلال غناء و ثراء هذه اللغات تعلمنا الكثير من الأمور و توارثنا الكثير من الأمور التاريخية نأتي بعد ذلك إلى عهد و تاريخ الإسلام و هو تاريخ لا شك مليء أيضا في الفصاحة و الشعر و الأدب و التاريخ يعني اللي من خلاله يعني قوت الأمة العربية و أصبحت أمة مجتمعة ذات كلمة واحدة و يعني أوصلت رسالتها بشكل مباشر نأتي بعد ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين أيضا كان مليء بالفتوحات و الأشياء المميزة التي تميز هذه العهود ثم إلى عهد الدولة الأموية اللي أيضا تميزت فيها الفصاحة و الشعر و وصلت يعني جذور الدولة الإسلامية إلى بلاد الأندلس في أقصى الغرب و إلى بلاد السند في أقصى الشرق ثم عهد الدولة العباسية اللي يعني تميزت في الشعر الحديث أو الشعر المعاصر الدولة العباسية قد تكون مدرستها في الشعر تختلف عن الدولة الأموية اللي فيها جمود نوعا ما و فيها رسمية الدولة العباسية الشعراء فيها يعني تمردوا على واقعهم و صنعوا تاريخ شعري معاصر يختلف عن عهد الدولة الأموية ثم بعد سقوط الدولة العباسية تأثرت المجتمعات العربية بالتاريخ المحيط من خلال الاحتكاك بالعاجم من محيط الأمة العربية ونهلوا منهم ثقافات وتعلموا منهم جزء من الأمور التي استفادوا منها وساهموا في تطوير التاريخ الإسلامي معا إضافة إلى ذلك بعد ذلك جاء عهد الدولة العثمانية التي أصبحت فيه الثقافة التركية هي السائدة على المحيط في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام مع امتدادها في أجزاء كبيرة في شمال أفريقيا فهذا كله لتاريخ مؤثر تاريخ المسلمين في بلاد الأندلس يعني من عهد الدولة الأموية ثم الدولة الأموية في الأندلس بعد دخول عبد الرحمن الداخل ثم ملوك الطوائف أيضا يعطينا تاريخ مختصر عن التاريخ العربي والتاريخ الأمازيغي بشقيه والقبائل العربية والأمازيغية المنتشرة في تلك المنطقة إضافة إلى القبائل العربية لم تكن محتكرة على فئة واحدة بل كانت من القبائل العدنانية والقبائل القحطانية يعني إضافة إلى الأشراف أو بني هاشم اللي كانوا في تلك المنطقة أيضا القبائل الأمازيغية أو كما يعرف عنها القبائل البربرية انتشرت في تلك المنطقة وكان لها العديد من البطولات كقبائل زناتا وصنهاجا وغيرها من القبائل التي نكون لها كل احترام والتقدير يعني ما شاء الله أعطيك العافية سيد محمد أنت عطيتنا هذه اللمحة المتواصلة ما شاء الله عن الحضارة العربية الإسلامية يعني من بداياتها قبل الإسلام في أصر الجاهلي انتهاءا بالدولة العثمانية دائما القبائل هي نواة تأسيس هذه الحضارات وهذه الدول والقبائل العربية متنوعة وضاربة يعني بجذورها في عمق التاريخ هل هناك قبيلة معينة أنت تمت في دراستها مع كل الاعتزاز والاحترام بالقبائل العربية الأخرى بكل تأكيد نحن نعتز في كل القبائل العربية سواء القبائل العدنانية أو القحطانية ولكن يعني بالنسبة للبحث في التاريخ فأنا أحب أن يقرأ في كل القبائل العربية من أقصى الجنوب في اليمن وعمان إلى أقصى الشمال في ديار بكر جنوب تركيا ومن أقصى الشرق يعني القبائل العربية على فكرة الآن في بعض القبائل الموجودة حتى في أفغانستان إلى أقصى يعني الغرب في بلاد المغرب العربي وأيضا هناك جزء من القبائل العربية ما زالت موجودة في إسبانيا و اكتشفوا يعني انتماءهم عبر العلم الجيني إلى القبائل العربية وهم من أسر عربية تخفت و أخفت الإسلام و الآن بدأت تعود إلى جذورها يكشفت بعض اللقاءات لبعض المهتمين في التاريخ و أيضا بعض الباحثات التي ذكرت انتماءها إلى قبائل العربية و بني أمية تحديدا من صريش و أيضا رسخت هذا المفهوم عبر العلم الجيني القبائل العربية منتشرة اليوم القبائل العربية وصلت حتى في أقصى الشرق إلى بروناي اليوم سلطان بروناي ينتمي إلى قبائل العربية و أصوله تعود إلى اليمن هناك العديد من الوزراء في اندونيسيا انتماءهم إلى القبائل الحضرمية تحديدا في اليمن و القبائل القحطانية في اليمن هاجروا في تلك الفتوحات و التجارة و الدعوة و استقروا في تلك المناطق و بقوا إلى الآن اليوم يقدر يعني العداد المهاجرة من اليمن إلى اندونيسيا و بروناي و ماليزيا عداد كبيرة جدا قد تتجاوز يعني مليون مواطن منتشرين في تلك المناطق أيضا سلطان بروناي كما ذكرنا أصوله تعود إلى قبائل يمنية قبائل يمنية فالانتشار هذا انتشار يعني يدعوك إلى البحث عن كثب و توثيق هذا التاريخ و متابعة هذا التاريخ بكل أمانة فالقبائل العربية بشكل عام يعني أعشق الاطلاع عليها على سبيل المثال قبائل عمان اليوم عمان لها تاريخ يعني ثابت في شبه الجزيرة العربية و لها امتداد ثابت في شبه الجزيرة العربية حتى في الدعوة يعني هم قبلوا الدعوة بدون حرب و قبلوها بسلم و دخلوا الإسلام بسلم و لهم يعني تاريخ عريق من أبرز الكتب ممكن اللي يطلع على تاريخ سلطنة عمان كتاب إسعاف الأعيام في أنساب أهل عمان للكاتب يعني العماني سالم سيابي و هناك العديد يعني من الكتب المهتمة في هذا المجال لا سيما يعني و أن تاريخ عمان مرتبط في الشق الجنوبي في شبه الجزيرة العربية بين اليمن و سلطنة عمان و كذلك الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جميل يعني حين بعد ما شاء الله الأحداث هذا هو السرد الجميل يعني يعني نستمتعنا فيه أكيد فيه حدث معين حدث يعني حدث معك في بحثك يعني مثلا زاد اهتمامك الأسباب التي زادت اهتمامك بزوان في التاريخ أو في مجال الشعر و الله أشوف الأحداث المهمة اللي أحتم فيها في التاريخ هي الأحلاف القبلية العربية يعني اليوم قضاء بشكلها الحالي و هذا الكلام قد يزعل بعض لكن نحن نأخذ بجانب علمي أكثر اليوم يعني جزء كبير من القبائل هي عبارة عن أحلاف قبلية بين القبائل العدنانية والقحطانية خصوصا القبائل المهاجرة إلى شمال أفريقيا القبائل المهاجرة إلى بلاد الشام القبائل المهاجرة إلى العراق و كذلك بعض القبائل اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية على سبيل المثال لا يعني للحصر عندنا من أبرز الأحلاف اللي موجودة في منطقة الخليج العربي حلف بني ياس تنتمي منه الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة أسرة النهيان العزيزة كذلك حلف العتوب الذي ينتمونه أسرة الصباح الكريمة و كذلك أسرة الخليفة في البحرين و هذه عبارة عن أحلاف قبلية مع الاحتفاظ بالانتماء المباشر على سبيل المثال أسرتين الصباح و الخليفة يعودون في نسبهم إلى قبيلة عنزة لكنهم حلفا مع حلف العتوب فأصبحت هناك قبائل في الحلف و قبائل في العظم أو في النسب و يجب حفظ هذا التاريخ لأننا في حقبة يجب تدوين هذه الأحلاف الموجودة لأن الأحلاف تتشكل مع الهجرات لتثبيت هذه الأجيال القادمة هناك أحلاف كذلك في شمال أفريقيا بين القبائل الهلالية و بن سليم و العديد من القبائل كقبائل ربيعة على سبيل المثال انصهرت تحت حلف بني هلال في حجرتهم إلى شمال أفريقيا أيضا هناك العديد من القبائل القحطانية انصهرت تحت الأحلاف العدنانية في شمال أفريقيا فالأحلاف يعني هي عبارة عن اتحاد عشائري أو قبلي بين مجموعة عشائرية مبسطة تكون قبيلة لحماية أنفسها فمن يدرس يعني أو يدرس علم الأحلاف سيكون ملم بشكل عام في تاريخ القبائل العربية نعم يمكن أنت تكلمت الحمثة ما ذكر سلطان عن هذه الأحداث التي تلفت نظرك و تكلمت عن الحلف ما بين القبائل زين الشعر يعني لابد أن هناك شعراء معينين أنت تستمتع دائما بالعودة لهم تقرأ لهم يمكن حتى تحفظ بعض أشعارهم و القائمة طويلة يعني للشعراء العربية يعني بدءا من العصر الجاهلي يمكن إلى الوقت القريب يعني جدا من من الشعراء اللي دائما يستلهم منهم الأستاذ محمد العرادة والله أشوف الشعراء كثر و من يحتكر الشعراء يعني خصوصا إذا نمنقيسها من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث يعني ينقسمون إلى شقين هناك شعراء في الفصحة وهناك شعراء في الشعر النبطي يعني على سبيل المثال الحصر شعراء بالفصحة طبعا شعراء المعلقات كطرفة ابن العبد على سبيل المثال يقول إذا كنت مرسلا في حاجة فأرسل حكيما ولا توصي هذا من باب الحكمة صحيح أبو فراث الحمدان يقول فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب يعني هذا على سبيل المثال عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة المتنبي عنتر بن شداد يعني هؤلاء شعراء فطاح لهم تاريخهم و لهم يعني فلسفتهم الشعرية الخاصة أيضا يعني من شعراء للوقت المعاصر عندنا يعني أنا دائما حتى عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أميل لبعض الشعراء لفلسفتهم الخاصة على سبيل المثال يعني عندنا شاعر غير غير منتشر و له أبيات جميلة جدا و ثابتة و كل ما تقرأ لبيت تلجأ إلى قراءة المزيد من أبياته و شعر هذا يمكن يعني ما عرف أنا شخصيا لكن يعني اسمه عايض العاطفي يعني أحد أبياته يقول في نظرة في زلتك عينه ثلاثية أبعاد و في وقفتك للطيب عينه كفيفة هذا من باب الفلسفة يعني بعض الأشخاص يشوف يشوفك بشكل عام يعني في أي زلة تخطيها أو أي خطأ تقوم في عنده نظرة ثلاثية أبعاد على هذا الخطأ و في وقفتك للطيب عينه كفيفة ما نشوف فكفاتك في الطيب يعني يعني عايض يمكن أبرز شعراء اللي يودنا نظهرها و تداول أشعاره يعني غير المنتشرة إلا عند نخبة من عشاق الشعر حلو الاكتشاف هذا بصراحة جميل جدا من الساعة أنت ذكرت مواقع تواصل اجتماعي و أنا أحد متابعينك أشوفك دائم تهتم في مجال الشعر و تذكر الأسباب يعني القصيدة مثلا هذه الشي طلعت و الكاتب و الأمور هذه كلها اليوم أبيك تقول لي شنو أكثر النصوص أو القصائد اللي أثرت فيك والله أشوف القصائد بشكل عام يعني ما أقدر أحتكرها على شيء معين لكل حقبة لها يعني شعراءها و لها أدباءها و لها قصتها يعني يمكن إذا بستذكر الآن شيء عاجل و مبسط يعني يطرع علي أحد الشعراء أظن دخل على هارون و الرشيد و كان لها جارية اسمها خالصة و كان يعشق هذه الجارية يعني فكتب يعني عندما خرج يعني لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع ذر على خالصة يعني كان يريد أن يسئ إلى خالصة لأن هارون أعتقد لم يكرم في شعريته فاستدعاه و قال يعني لماذا قلت أنت كتبت هذا البيت قال نعم أنا كتبت قال لماذا هجوت خالصة يعني قال لم أهجيها و لكني كتبت لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع ذر على خالصة لأن العين قد تقرأ أحيانا بالهمزة و قد تقرأ بشكلها العين فنجى الشاعر يعني من عقوبة هارون بسبب هذا الدهاء و هذا الذكاء فصلاحة بالضبط و هناك يعني شعرات دهات كثر في هذا المجميع يعني قصة الأصمعي مع أبو جعفر المنصور أعتقد المتنبي مع سيف الدولة يعني فيه كثير من المواقف الطريفة فعلا زينان عندي سؤال مهم بصراحة لكونك باحث في التاريخ و القبائل و الشعر المصادر و المراجع اللي دائما ترجع لها هل هناك فيه شروط معينة إذا تعتمد أن هذا مصدر يعني أنا أثق فيه المرجع و غالبا ما تكون المراجع أيضا تعتمد على مصادر معينة شون تميز ما بين المصدر و المرجع فيه طبعا معرفتك و بحثك و دراستك شوف دائما أنا أخذ يعني حتى ما أنشر في مواقع التواصل اجتماعي أخذ المتوافق عليه و المعروف و السائد يعني واللي ما يسبب أيضا حزازيات للمجتمع أو إساءة لقبيلة معينة أو تاريخ معين مع الاحتفاظ طبعا فيه لابد من تدوين التاريخ و لابد من حفظ التاريخ و الاحترام لكافة القبائل المنتشرة في الوطن العربي لكن نستذكر التاريخ بحدود احترامه و بحدود أدبه و نأخذ المصادر و مصادرها الرسمية يعني على سبيل المثال بعض المصادر قد تنسب بعض القبائل إلى القبيلة الفلانية و تنسبها إلى القبيلة الفلانية نأخذ القولين و نتحدث باسم القولين و نتحدث بالأرجحية على سبيل المثال قبيلة المزاريع في الإمارات العربية المتحدة تكلمت عنها قبل أيام و هي قبيلة لها كل احترام و التقدير و هي في حلف بنية هنا قولين القول الأول يقول بأنها تنتمي إلى قبائل تميم و القول الآخر يقول بأنها تنتمي على سبيل المثال إلى قبائل تغلب بنواءل و كل القبيلتين قبائل عدنانية فذكرت أن القول يقول كذا و هنا قول يقول كذا و كل القبيلتين قبائل عدنانية و الأرجح يقول أنها تنتمي إلى بني تميم على يعني عكس بعض المؤرخين في سلطنة عمان على سبيل المثال ذكروا أنها تنتمي إلى تغلب بنواءل فنذكر المصادر من مراجعها الأساسية و يعني المصادر التي تشوبها شائبة ما نستذكرها إلا إذا اضطررنا إلى ذكرها نفس قد تكون يعني هناك حتى في علم الدين مثلا هناك أحاديث صحيحة هناك أحاديث متفق عليها هناك أحاديث ضعيفة فنذكر أن هذه الرواية رواية ضعيفة و نسند عليها أن لم تكن هناك أسانيد أخرى جميل يعني بشكل كامل يطرحون دراسات و يجعلون هم القارئ أو الباحث يمكن أن يكتشف الأمر بلأس جميل اليوم نتكلم بالنسبة للعادات و التغاليد للقبال بحث ذاتها نبي مثلا عادات و التغاليد ما زالوا يعني القبال اليومنا هذا زارعين تراثهم في أبنائهم و الأمور هذه كلها و نتكلم من القبيلة هذه و ما هي العادات التي ما زالوا مستمرين فيها و الله شوف لكل قبيلة و عائلة عاداتها و تراثها و تاريخها و نكلها و كل احترام و التقدير يعني حتى العرضة بأنواعها في شبل الجزيرة العربية تختلف من قبيلة إلى قبيلة تختلف بين قبائل الجنوب و قبائل الشمال على سبيل المثال في الإمارات عندك فن الندبة اللي هو عند قبائل الشحوح و غيرها من القبائل في اليمن و جنوب المملكة العربية السعودية هناك العرضة المختصة في قبائل الجنوب اللي هي الجنبية و غيرها من كذا عرضة أهل نجد تختلف عن عرضة الساحل في الخليج العربي يعني لو تلاحظون عرضة أهل القطار والكويت والبحرين لها رتم خاص وعرضة أهل نجد لها رتم صحراوي أيضا خاص الفلكلور في الحجاز في المملكة العربية السعودية يختلف أيضا شمال المملكة العربية السعودية على سبيل المثال عندهم فن الدحة وغيرهم من الشسمة المملكة الأردنية الهاشمية في مجموعة من القبائل لديها فن الدحة العراق على سبيل المثال عندهم فنون مثل هوسا غيرها من الفنون الأخرى المنتشرة في أرجاء العراق بدوسين في مصر لهم أيضا فلكلور خاص فيهم من ناحية عرضة خاصة فيهم قبائل ليبيا المغرب العربي بشكل عام عندهم فن قريب من فن الدحة فنون جميلة ومتشابهة متشابهة وقد نعيدها إلى جذورها الأولية نعم الأستاذ محمد العرادة يعني الآن أنت بعد هذا الغمار الطويل والمجال العميق في أي واحد مثلا يحب أن يدخل في نفس هذا الاهتمام شنو تنصحك ككلمة أخيرة لكم والله شوف النصح أنه الإنصاف لأن التاريخ المقطع في التاريخ أو من ينقل التاريخ بحسب معتقدة فقط هذا إنسان ظالم بكل تأكيد وسيظلم الأجيال القادمة الأشياء الميزة تاريخنا العربي وصولا إلى الدولة العباسية نهاية مع سقوط ميلاد الأندلس عام 1492 ميلادي كنا ننقل كل أراء وننقل التصورات التي قد تكون مختلفة هناك حقبة مغيبة بعد سقوط ميلاد الأندلس ومع وجود الدولة العثمانية كون الحكم أصبح بيد سلطة غير عربية فصار في ضعف وافتقار في هذه الفترة قرابة 300 سنة لنسميها الحقبة الضائعة التي تكونت فيها الكثير من الأحلاف القبلية تكونت فيها كثير من الأمور قد نكون نجهلها إلا السائد منها والمتعارف عليه لذلك فلنحافظ على ذكر التاريخ بمصادر ومراجع وإن كان هناك خلاف في بعض الأمور التاريخية نذكر الخلافات الدائمة ونذكر ترجيحنا كرواة أن نرجح كذا كذا للأسباب طبعا نسببها ونترك القارئ هو الذي يحكم على هذه الأمور إذن الأمانة والإنصاف والموضوعية والحياد هذه من الأساسيات التي اعتمد عليها مثل هذا البحث لسادة محمد العراد نشكري لك جدا على تواجدك معنا والدقيق إن شاء الله في اللقاءات قادمة يعطيكم العافية شكرا الآن طبعا ننتقل معكم وبعد هذه الفقرة مع ضيفنا الكريم وطبعا مع فقرة أخرى هي لها علاقة وأيضا جسر تواصل ما بين ثقافتنا وتاريخنا وجمال لغتنا العربية مع الدكتور محمد حسان الطيار ونعود محمد حسان الطيار ونعود لكم ترجمة نانسي قنقر